بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي قلوب العالمين المسمى في السماء بأحمد وفي الأرض بأب القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المحصومين المنتجبين أخوتي أخواتي أيها المؤمنون أيها الموالون يا شيعة أمير المؤمنين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته في الحلقة الماضية وأواخر الحلقة الماضية ذكرنا على أن بعض الناس ينكروا ما فعلوه في عالم الدنيا يعني عنده وقاحة الله سبحانه وتعالى يقول له أنت كذبت أنت سرقت أنت زنيت يقول لا إلهي أنا ما زنيت أنا ما كذبت أنا ما سرقت ينكر في تلك اللحظات وينكر ولهذا لين أكون بعض الناس عندهم وقاحةintage حتى مع الله جل وعلا كما أن عنده جرأ في عالم الدنيا بالمعاصي والذنوب لأن المعصية والذنب يحتاج إلى جرأة الإنسان يتجرى على الله سبحانه وتعالى الإنسان يتعدى على الله سبحانه وتعالى هذه جرأة هذا التجري بعد المذنب والعاصي يتجرى على الله جل وعلا كما أنه يتجرى في الدنيا على الله يتجرى في الآخرة على الله الله يقول أنت سويت يقول له لا ما سويت وأكو ناس أشد رواية عن رسول الله صلى الله عليه ورسلم يقول يؤتى بالامرأة الجميلة أو بالشاب الجميل يقول له أنت زنيت أنت ليش زنيت لماذا زنيت يقول له إلهي أنت أعطيتني الجمال أنت خليتني أنا أصير حلوة وصوت هذا العمل أنت جعلتني جميلا خلقتني جميلا وأنا أعمل هذا العمل أسه رجل أو مرأة شي يقول النبي يقول فيؤتى للرجال بيوسف عليه السلام يوسف آية من آيات الله إخواني يوسف موتر مهين يوسف جميل للغاية بحيث أنه وهذه شوف الإيد إيدي أقض لي ستشين وأقص إيدي زين غاية بها ألم لازم يخلو لي بنج زين أنا خاطر هذا الحس يروح مني يعني جمال يوسف كان بمنزلة البنج بمجرد أن النساء نظرنا إلى يوسف مولانا أخذنا بالأيدي السكين أخذت بالأيدي ولم تحس النساء بذلك يعني شون من جمال عنده عنده جمال خارق يوسف عليه السلام كان يوسف كان جدا جميل يقول يوم القيامة الشاب الجميل يقول له إلهي أنت زودتني بالجمال فزنيت حرفت أنت لو مخليني أملحت لحشة أمام ولا أنا ما زنيت أنا الله يؤتى له بيوسف عليه السلام يقول له أنت أجمل أم يوسف يقول له لا بل يوسف أجمل قال له فلماذا يوسف لم يزني يوسف لم يتعدى لم يتجرى على الله سبحانه وتعالى المرأة جميلة كذلك المرأة تقول إلهي أنت زودتني بالجمال وأنا جميلة وانحرفت زين لو ما جعلتني جميلة لما انحرفت لما زنيت يؤتى لها بمريم مريم بنت عمران أم عيسى عليه السلام جميلة للغاية آية من آيات الله كانت جميلة يؤتى لها أنت أجمل أم مريم لا يقاس مريم جميلة جدا وهي المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن الكريم صراحة تقول لا بالمريم يقال لها فلماذا مريم أحصنت نفسها وفرجها وأنت لا ليش وهي أجمل منك فالجمال مو حجة الشاهد أنه أكو ناس جريئين على الله جريئين حتى على الاعتراض على الله سبحانه وتعالى يعترض على الله يعترضون على الله جل وعلا زين فيقول له أنت فعرت كذا صناعت كذا عملت كذا يقول له لا إله أنا ما سوت الله يقول له عندك شهود أكو شهود الشاهد الأول ياهو ذكرنا في الحلقة الماضية الله سبحانه وتعالى زين وكفى بالله شهيدا الشاهد الثاني الأنبياء نبي كل قوم من كل لكل زمان نبي هذا النبي مولانا شاهد على قومه الثالث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم شاهد على الأمم وعلى الأنبياء وعلى أمته الرابع الأئمة المعصومين صلى الله عليه وآله أجمعين شهود الأئمة المعصومين شهود والدليل الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا اسمع وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون المؤمنون قال الإمام الصادق المؤمنون نحن محمد وآل محمد نحن محمد وآل محمد نحن المؤمنون أهل البيت يرعون أهل زمانهم يرونهم يعلموا ما يجري واضح مولانا الأئمة من الشهود بعد الخامس مولانا وصلنا إلى الملائكة في الحلقة الماضية وصلنا إلى الملائكة الله سبحانه وتعالى خلق ملائكة لا تعد ولا تحصى من جملة الملائكة الله خلق في الملائكة واحد مننا يسمونه عتيد أو واحد مننا رقيب الرقيب تعرفون باللغة العربية أنتم عرب الرقيب إذا واحد في مرتفع مكان عالي عمارة شاهقة أو جبل مكان عالي ويراقب واحد يراقبه يسمونه رقيب لأنه من بعيد من عالي يراقب الداني يسمونه رقيب الله سبحانه وتعالى يرعانا ومخلي ملك من الملائكة اسمه رقيب هذا رقيب يراقبنا كل صغيرة كل كبيرة كتمونها الكرام الكاتبين الذين وكرتهم بحفظ ما يكونوا مني وَجَعَلْتَهُمْ شُهُودًا عَلَيِّ وَجَعَلْتَهُمْ شُهُودًا عَلَيِّ آي الكرام الكاتبين شهود على الإنسان وَأَضْعُمْ وَلَعْنَا حَتَّى يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى آهَ المريض أكل مريض صح آهَ حَتَّى آهَ المريض تُكتب حَتَّى آهَ المريض تُكتب كل شيء كتمونه يطون بيد الإنسان الكتاب يقرأ أكبر بعض الناس الله يطيهم كتابهم هذا جميل اسمعني أكبر بعض الناس الله يطي كتابه ما يفتح الكتاب حس بالشمال حسا باليمين يقرأ بس بالشمال ما يقرأ ما يقدر يقرأ يخاف الله يقول له اقرأ أمر مو بيدك لا إلهي ما أقرأ لا اقرأ اقرأ كتابك يفتح الكتاب كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة يفتح الكتاب الله اهنا تشذب كذب اهنا صلامه لله غيبة نميمة سرقة بهتان ذبح هذا كله ولانه موجود شوف هذا صحيفة الاعمال مسجل كتاب اقرأ يقول اه ما شاء الله يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب يحكي يا الله ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها الصغيرة والكبيرة مدونة عليه اين المفر اين المفر من علم الله الي المصير ان ربك لبل وياي لبل مرصاد واذا امر انا امر من الله جل وعلا هذا عتيد ورقيب وما يلفظ في سورة قاف وما يلفظ من قول الا ولديه رقيب عتيد واحد علي من واحد على الشمال هذا الشاهد يمكن الخامس او السادس نعم الله الانبياء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الا ام المعصومين الملائكة بعد مولانا من الشهود من الشهود يوم القيامة الزمان والمكان الزمان يشهد الآن يا ساعة الآن في الساعة الفلانية مثلا يشهد على ان فلان كان في الصلاة الساعة بالثنتين فلان كان وين مولانا كان في الزيارة الساعة بالثلاث فلان كان في معصية الله جل وعلا هذا الزمان يشهد وماكو مفر من الزمان اكو اكو شي مفر اكو خلق اكو مكان يخلو من الزمان ها الزمان من مخلوقات الله جل وعلا ماكو شي يخلو من الزمان كل شي يجري مع الزمان اكو مفر من مولانا لا هذا الزمان يشهد أفلان الساعة بالسبعة كان حاضر في مجلس الإمام الحسين هو الزمان يشهد بعد يهو اللي يشهد المكان شوف هذا المكان اللي أنا قاعد بيه مورانا هذا هذا المكان يشهد يوم القيامة الأرض تشهد ولهذا احنا عندنا رواية عندنا رواية عن رسول الله يقول إذا صليت في مسجد لا صلي كل يوم بنفس المكان أكو بعض الناس لازق لزقية يومية بهذا المكان باشر بهذا المكان بعد باشر بهذا المكان الرسول العظيم يقول تنوع أنت صليت هنا ركعتين روح صلي مناك هم ركعتين صلي مناك هم ركعتين اتنوع بالمكان قال لي ماذا يا رسول الله قال لي أن في كل مكان تصلي ركعتين ذلك المكان يشهد لك يوم القيامة خلي الشهود تكثر إليك تكثر مرانا صلي هنا صلي هنا هاليوم طلعت للحسينية الفلانية تسمع مجلس باشر اطلع لغير حسينية بعد باشر اروح لغير حسينية اتنوع بالمجالس اطلع للمجالس اطلع لمجالس الحسن هذه الحسينية تشهد هذه الأرض هذه البقعة تشهد ويالو لا بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ يومئذ تحدث أخبارها هذه الأرض يومئذ تحدث أخبارها ليش بأن ربك أوحالها الله قاله احتي الله يقوله تكلمي تتكلم الله أوحالها زين ماكو مثقال ذرة يعزب عن علم الله مثقال ذرة خير الله يجيبها مثقال ذرة شر اللهم يجيبها واضح مولانا الأرض تشهد أين المفر هاي من الشهود يوم القيامة بعد من الشهود يوم القيامة أكو الجوارح الجوارح تشهد الجوارح شوفها إيدي ما تحتي اليد تتكلم الرجل تتكلم اليد تقول إلهي نعم هذا سرق بي باليد سرقه سرق اليد تشهد الرجل تشهد قل له إلهي نعم أنا مشيت إلى المكان الفلان المحرم أنا وضعت على نفسي شيء حرام وضع مولانا البطن تشهد القلب يتكلم يشهد العين الأنف الأذن كل شيء يتكلم كل شيء يتكلم إلا شيء واحد ما يحتي ما يتكلم ياهو مولانا هذا اللسان الوقح هذا وكيح بعد يوما سورة ياسين يوما نختم على أفواغهم وتكلم ناشنه أيديهم بعد وأرجلهم ليش بما كانوا يكسبون هذا اللسان يقولوا لي أسكت بس بعدته سأل لك عمر تهذي وتحتي عمر الدنيا كله تكلمت أيها اللسان هنا بعد ما أكو كلام أسكت أعطي المجال لغيرك لأن هذا اللسان يكون سبب لإدخال الإنسان إلى النار وإلى الجنة يقول رسول الله إذا صار الصبح الصباح يقول تستيقظ الأعضاء كل الأعضاء الصيح ادخي لك ادخي لك يا لسان نتوسل إليك بسببك ندخل إلى الجنة وبسببك ندخل إلى النار هذا اللسان هذا خلقه اش حتايا عنده رسول الله خلقه اش كلام يقول له من ضمن لي اثنين ضمنت له الجنة اللي يضمن لثنين أشياء أنا أدخل الجنة أنا ضمن للجنة يقول له وما هو يا رسول الله قال اللسان والفرج اللي يضمن لسانه لسانك حصانك إن صنته صانك وإن هنته هانك اللي يضمن لسانه ويضمن الفرج ما له أنا أضمن للجنة لكن ياهو اللي يكذر صانه بالله ياهو اللي يسكت مولانا ما أدري وهذا حبيبي يتكلم كلمة يحرق الأخضر واليابس الجوارح تشهد اللسان يكون أخرس ينسد زين اليد تتكلم الرجل البطن العين كل شي هذا الجوارح بعد مولانا الجلد والأبصار تتكلم الآية أقره أقره على مسامعكم شوف بسم الله الرحمن الرحيم دقيقوا يا آي حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم الله يقول موآني شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم هذا جلدك يحتي وجلودهم بما كانوا يعملون شنو كان مسوي الجلد يشهد الإنسان يخاطب جلده من يشهد عليه وقالوا لجلودهم لمشهدتم علينا إحنا نبارين الجلد والكريمات ما شاء الله وإذا صار بي جرح نخليه كذا ودائرين بالنا على هذا الجلد ناعم سوي ناعم خافي الصيبة الشمس كذا وإذا يوم القيامة يشهد عليك هذا الجلد ها يقل له قالوا لجلودهم لمشهدتم علينا ليش الجلد يجيب الإنسان شيء يقول له قالوا يعني الجلود أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء الله أنطقنا ما نقدر نحن تحت إمرة الله جل وعلا تحت أمر الله الله أمرنا أن نتكلم نطقنا نطقنا ودعموا لنا إذن شهود أكو يوم القيامة ماكو مفر أين المفر الإنسان ما يقدر أن ينكر ما عمله في عالم الدنيا هذا موقف من المواقف مررنا عليه نوصل إلى آخر موقف طبعا أكو مواقف كثيرة مولانا احنا قلنا أكو خمسين موقف كل موقف ألف سنة يعني يصير خمسين ألف سنة هاي قاعدة المواقف كثيرة الصلاة فيها موقف زين الصلاة مو خلنا وصلنا للمكان مولانا أبواب أنا أدخل يوم القيامة باب 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 خمسين باب خمسين موقف باب الأول تعالين فوقه مكتوب الصلاة عمود الدين أول ما يحاسب به العبد الصلاة أشير منك عن صلاتك تصلي تدخل للباب الثاني ما تصلي إذن وراء الباب منك يدخلون الإنسان إلى نار جهنم زين مولانا الباب الثاني مكتوب الصوم جنة من النار أشير منه عن صيامه الباب الثالث الزكاة الباب الرابع الخمس الباب الخامس الأمر المعروف أنه عن المنكر الباب السادس السابع الثامن الجهاد الحج إلى أن يوصل آخر باب آخر باب من ذلك الباب إلى الجنة إلى الفردوس الأعلى آخر باب مكتوب عليه حب علي بن أبي طالب حسنة لا تضر معها سيئة حب علي بن أبي طالب حسنة لا تضر معها سيئة آخر شيء الولاية يشئلون عن التولي والتبري يشئلون عن ولاية أمير المؤمنين إذا عنده ولاية تفضل إلى الجنة وإذا ما عنده ولاية يبقى خلف الباب مولانا هذا حبيبي هذه ولاية علي بن أبي طالب هذا موقف لكن من المواقف الكبيرة والعظيمة والمهولة والمخيفة التي يرجف أو يرتجف الإنسان من شدتها ومن الخوف عليها هو الصراط الصراط جسر يتصل بالجنة وتحته نار جهنم تقول الرواية الإمام الصادق يقول نار سوداء عجيب نار حمر شايفين نار شوداء ما شايفين وهذا عمرنا هناك يقول نار سوداء يعني شدة حرارتها لشدة غليانها وحرارتها نار سوداء نار جهنم تحت الجسر الناس تمشي على هذا الجسر لما تبدأ محد إلى غرض بالثاني كل من يمشي بطريقة جسر مكان شارع عريض للغاية له ظفتان لا يرى الإنسان ظفته ظفتي الشارع الطريق الصراط الصراط يعني طريق يقولون صراط الحق يعني طريق الحق صراط الله يعني طريق الله الصراط المستقيم يعني الطريق المستقيم هذا الصراط ما يشوفون آخر لكن كلما يدن الإنسان كلما مشى وإذا الشارع يصير أضيق وأضيق 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 حتى يقول الإمام الصادق عليه السلام يقول يكون أدق أدق من الشعرة أدق من الشعرة وأحد من السيف وأحمى من النار أدق من الشعرة وأحد حاد من السيف وأحمى حار 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 أحمى من النار لكن الناس اللي يمرون عليه مراحل أنواع بعضهم من يمر كالبرق الخاطف كالبرق الخاطف يمر منه يطلع منك لجنة قبض هؤلاء الأولياء المؤمنون الأدقياء هذول أهل الله هذول يمرون كالبرق الخاطف هنيئا لهم إن شاء الله نحن منهم النوع الثاني من الناس يمر من الصراط كعدو الفرس شلون يركض بالفرس يركض يعني سريع بس مو كالبرق الخاطف كعدو الفرس والبعض يمشي مترهي على كيف مشيا على الأقدام يمر والبعض لا مولانا خائف لكن يمر والبعض هستطيح لا ما أطيح هستطيح لا ما أطيح يا علي يمر من الصراط وأك واحد لا نص الصراط ويطيحه أك واحد بمجرد أن يضع رجله على الصراط تلتهمه نار جهنم وادي من نار أسود واضح مولانا هذا الأنواع الناس اللي يمرون على الصراط أنواع مولانا والعجيب أشد الناس حسرة ياهم الذي يصل أن يعبر الصراط آخر لحظة ريدي يعبر الصراط يسقط بعد خطوة ويطيح يطيح في النار واضح مولانا هذا أشدهم حسرة زين خل أقرأ لك أنا بعض الروايات يقول كل من عدله عن الصراط المستقيم ومال إلى الباطل بقول أو فعل فيزول من تلك العقبة ويسقط في جهنم الصراط المستقيم هنا نحن عندنا الصراط نوعان عندنا الصراط على نوعين صراط في الدنيا وصراط في الآخرة الصراط الذي في الدنيا هو ولاية علي بن أبي طالب وولاية محمد وآل محمد والصراط الذي في الآخرة هذا الصراط المعروف الذي يجتازه الناس يمر عليه الناس مولانا فمن خالف صراط الدنيا اللي هي الولاية ولاية علي بن أبي طالب يسقط في نار جهنم خل أغرأ لك الكلام مولانا وكل من عدل عن هذا الطريق يعني طريق علي بن أبي طالب ومال إلى الباطل بقول أو فعل فسيزول من تلك العقبة ويسقط في جهنم والصراط المستقيم في سورة الحمد اهدنا الصراط المستقيم هو ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه إن شاء الله في الحلقة الآتية إخواني الأعزاء نذكر لكم بعض الروايات عن الصراط المستقيم إن شاء الله تعالى وعن ولاية أمير المؤمنين وما يسهل الجواز على الصراط أكو أمور تسهل الجواز على الصراط إن شاء الله تعالى ترقبونا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر